السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو بنقدم طريقة جديدة ورقة محسية لبداية ايجاد علاج للطفيل القاتل الايزوبودة الذي انتشر مؤخرا في مصر ويصمى قاتل الاسماك او الزريع ويقوم بالنهش في الخاشيم للاسماك وينهاءها نهائيا والقضاء عليها كما في بحيرة قرون وكما في المنزلة وكذا ما كان في مصر هنستخدم لأول مرة التكنيك الكافيين الموجود في المشروبات مثل الشاي والقهوة هنستخدم تركيز 5-10 جرام كل لتر مية علشان نقوم بعملية تسمم او تسميم للطفيل طبعا ليه سلدوز او الجرعة القاتلة بتكون قوية جدا على الطفيل غير قاتلة للبشر والكافيين ملوش اي اثار سلبيه على اسماك سوى بس انه بيزيد عصبيتها لو عجبك الفيديو او حابب تتفرج على الابستراكت او طراقه او كنت متخصص في الابستراكت دي محاولة بس لاجاد علاج مش اكتر وربنا يوفق ان شاء الله شكرا لكم